أكدت جامعة الدول العربية أن استعادة السلام والأمن والاستقرار في السودان ستظل من بين أهم الأولويات رغم الجروح الدامية التي يعاني منها الجساد العربية كذلك في كلمة الأمانات العامة التي ألقاها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أمام أعمال المؤتمر الإنساني الدولي للسودان وجيرانه والمنعقد في باريس حيث أكد زكي في كلمة أن المآسية والأثار الإنسانية المروعة والمرتبطة باسترع الدام في السودان سوف تسجل بأنها أسوأ حقبة في تاريخ البلاد منذ الاستقلال مشيرا إلى أن نحو 11 مليون سوداني هجروا من بيوتهم وقراهم إلى قرى وأماكن نائية وإلى بلاد مجاورة